مرحب معكم سيف مخارزة من موقع S77 مثل ما انتم شايفين اصدقائي في هاي المحاضرة راح نقوم بعمل اختبار اختراق على شبكة واي فاي بتشفير وباتو تمام راح يكون احنا مش راح نفك تشفير في هاي المحاضرة ما بنحتاج نفك تشفير راح يتم عملية الاختراق عن طريق هندسة اجتماعية شوي وعن طريق اتاك تمام بسموها اتاك ايفل توين التوأم الشرير ايش اللي راح نعمله بالزبط راح تعرف من الفيديو الفيديو كما موجود على قناتي في يوتيوب قص قصته يا اصدقائي وقمت يعني بعمل باضافة هاي المقدمة للفيديو ايش راح نقوم فيه في الزبط راح اعطيكم اياها بطريقة نظرية بعدين نطبق مع بعض على فرضا هاي هي الشبكة اللي شابكين عليها مثلا اهل البيت انت بدك تعمل او عفوا خيرا نحكي شركة على اشي اكبر على مؤسسة اكبر هاي شبكة شركة والموظفين كلهم موجودين على هاي الشبكة تمام فانت حاليا قريب كثير من الشركة او عندك مقوي بث واصلت لك الشبكة تمام وبدك تقوم بعمل اختراق لهاي الشبكة لحتى تدخل وتفحص اجهزة الموظفين تمام فهاي الشبكة موجودة اسمها راوتر سيبلويد داش ماستر تمام فانت لما تفتح اداء اسمها فليكشن ماستر تقوم بعمل ايفلت وين ايش بصير بالظبط اللي بصير يا صديقي انه بتم اسقاط الشبكة تمام وبتم عمل شبكة اخرى مفتوحة بنفس الاسم راح تكون اسم هاي راوتر سيبلويد داش ماستر فلما الاشخاص اللي شابكين على الشبكة مثلا ذرهم الاشخاص يفك الاتصال بينهم بين الشبكة وتخرجي لهم شبكة باسم اخر وبس بدون قفل يعني شبكة مفتوحة على طول اجهزتهم تقوم بعمل كونكت على هاي الشبكة المفتوحة اللي بنفس الاسم مش راح يلاحظوا اي اختلاف لانه نفس اسم الشبكة تمام خاصة اذا ما كانواش ملمين بهذه الامور فلما يشوفوا انه يعني تمام يعني رجع الشبكة على نفس الشبكة بفكروا فيش ولا مشكلة فلما يدخلوا المتصفح لأي موقع راح ترعب تنعرض لهم واجهة بقولهم ادخل كلمة السر فبرجع يدخلوا كلمة السر ظنن منهم انه هاي الشبكة بترجع تطلب كلمة السر فكلمة السر هون بتصلك انت ما بتصلك احد لا بتصلك انت بعدها ترجع الشبكة المفتوحة تسقط وبتطلع لهم شبكتهم الاصلية بيشبك دغري عليها وانت بيصلك الباسورد راح نعرف من خلال الشرح بشكل تطبيقي اصدقائي وخليني الان اترككم مع الشرح عموما يا صديقي اول ما بتدخل للموقع اللي راح تلاقيه اسفل فيديو بالدسكريبشن بتلاقيه هون كلون اور دونالود بتحمل الادا دونالود زيب راح تكون يا صديقي على شكل ملف مضغوط اما الاشخاص اللي بيستخدموا الهاتف المحمول فاكيد انتو بتستخدموا خلينا نحكي برنامج التيرموكس لتوجيه الاوامر فكيف بدك تحمل الادا راح تقوم بنسخ الرابط من هون يا صديقي بتدخل للتيرموكس بتكتب الامر التالي تمام فراغ وبتكبس وبتعمل لسق للرابط وبتقوم بعمل يعني خليني حكي انتر او زر اللي بيعطي خليني حكي سطر جديد لحتى يقوم بالتحميل بعد ما يكمل تحميل الصديقي بتمشي نفس الخطوات اللي منقوم فيها بالحاسوب بعدها يا صديقي خليني حكي بعد ما حملت الاداة راح تنزلك على شكل ملف مضغوط بهذا الشكل بتقوم بفك الضغط اذا انت بتستخدم خليني نحكي التيرموكس بتدخط الامر التالي انزب بعدها بتكتب اسم الملف المضغوط اللي هو فلكشن ماستر لان يا صديقي بعد ما تنتهي بطلع معك هذا الفايل او هذا الملف نفتح تيرمين الروت طبعا راح نحتاج نكتب الباسورد نعطيه انتر فتحت معنا تيرمين الروت ام سيدي ديسكتوب لحتى نفتح الديسكتوب اللي هو المكان الموجودة في الادات ام خلين نحكي cd فلكشن ماستر او خلين نعمل الس بداية هاي هي الملفات cd مننسك اسم الاداة ونلسقها هون نعطيه انتر مثل ما انت شايف يا صديقي بنعمل الس هاي هي الملفات الموجودة هون بداية راح نعمل انستول فراح نضغط cd انستول نعطي انتر بس خليني اقربلكم ان شاء الله يكون واضح مية بالمية تمام بعد ما عملت انستول يا صديقي بعد ما دخلت لملف الانستول خلين نعمل مثل ما انت شايف هون السكريبت الخاص بالانستول اسكريبت مكتوب بلغة الباش تمام فكيف بدك تشغله نقطة وسلاش بعدها بتكبس انستول او بتكتب انستول عفوا وبتعطي انتر عفوا انستول دوت سي اتش وبتعطي انتر راح يبلش عملية التنصيب طبعا انا قريدي نصبتها بداية لازم ركز معي يا صديقي انه لحتى تعمل التنصيب او عملية التنصيب لازم تكون شابك واي فاي او عفوا يعني عندك اتصال انترنت تمام لحتى تقوم بعملية التنصيب ام وان شاء الله برجعلكم بعد ما ينتهي من عملية التنصيب مية في المية يعني تمام اصدقائي انتهيت من عملية التنصيب لازم يكون كل شيء موجودها مكتوب عليه اوكي تمام فيا صديقي بتعمل خلين نعمل كلير عشان يكون كل شيء واضح تمام cd نقطتين لحتى نمجي على ورا في الملفات ls ومثل ما انت شايف يا صديقي flexion.sh لحتى نشغلها نقطة slash ومننسخ الاسم تمام نعطي انتر بدأت تنصيب بدأ عفوا نفتح الاداة مثل ما انتو شايفين اداة flexion master بداية راح يختار اللغة طبعا انجليش بتعطي one ننتظر شوية صديقي راح هون يقول لك ايش ايش بدك تعمل اسكان على جميع التشانلز او ببحث عن جميع النتوركس او شبكات الواي فاية صديقي او على يعني خلين نحكي بشبكة محددة فاكيد راح نختار الخيار الاول بتعطي واحد الان راح يعمل عملية الاسكان راح ننتظر شوية صديقي لابن ما ينتهي من عملية الاسكانينج مثل ما انت شايف يعني طلع خلينا الشبكات ان الشبكة اللي بدي اخترقها اللي هي شبكة سيف واي فاي خليه بس ينتهي من العملية خليه على راحته يا صديقي او ممكن تضغط على اكس ما في مشكلة راح يعني كل الموضوع ان شاء الله راح يصبط لكن مش مشكلة افضل انه ننتظر تمام اصدقائي انتهي من عملية الفحص راح نختار رقم النتورك اللي بيحبين او اللي مستهدفينها طبعا شبكة سيف واي فاي نعطيه رقم سبعة طبعا اي اقرب شبكة الي لحتى يكون كل شيء تمام نختار الخيار الاول فاك اي بي هوست باد اه بين قصين ركوماندد يعني انه مستحب او مفضل هذا انك تختار هذا الهجوم اختار رقم واحد ما في باث نكتبه لحتى نحط في ملف ما في مشكلة الان يا صديقي قبل هذا الخيار خلينا اشرح لك هجوم التوأم الشرير ايش معنى او هجوم الان يا صديقي على فرض هاي هي النتورك اللي اسمها سيف واي فاي تمام نتورك حقيقية مية بالمية ومغلقة عليها باسورد تمام وفي مثلا خلينا نحكي جيرانكم عشر اشخاص شابكين على الشبكة تمام فيا صديقي ايش بتعمل اداب بتقوم بعمل هجوم دوس اتاك على الشبكة الحقيقية وبتسقطها تمام فالاشخاص في الشبكة شابكين فيها وبتقوم بعمل شبكة جديدة باسم نفس الاسم سيف واي فاي بتكون مفتوحة يا صديقي بدون اي باسورد فالاشخاص لما يتأكدوا من الواي فاي ويقولوا انه شبكتهم نطم الفصل عنها بعدين بلاقوا يعني نفس الاسم سيف واي فاي وشبكة مفتوحة فمش رح يركزوا على الموضوع رح يشبكوا على نفس الشبكة يا صديقي او على نفس هاي النتورك اول ما يقوموا بعمل الكنكت ما بينهم ما بين هاي النتورك ويدخلوا لاي موقع رح تطلع لهم واجهة مكتوب فيها انه اكتب الباسورد الخاص بالواي فاي ودغري رح يكتب الباسورد ما رح يقبل الا الباسورد الصحيح اول ما يكتب الباسورد رح يصل اليك خلينا نتعرف على الموضوع كيف بصير ندخل الادا كمان مرة رح نعطيه الاول باي ريت رقم واحد وبتكبس انتر يعني انه خلان نحكي يبلش الهجوم او يعمل هجوم على خلان نحكي على جميع الاشخاص موجودين في الشبكة تضغط رقم واحد الان يا صديق رح ننتظر شيء اسمه الهاندشيك لما يمسك عدد من الاشخاص شابكين على نفس الشبكة تمام رح تنتظر شوي اول ما يقوم بعمل رح تضغط الامر التالي بس خلان ننتظر شوي تمام يا اصدقائي خلان نحكي وجد الهاندشيك رح تضغط طبعا الخيار رقم واحد لحتى يعمل تشيك على الهاندشيك بعد ما دخلت الخيار رقم واحد بتطلع لك هون certificate invalid or not present انه اختار create assl certificate يعني يعمل حاليا شبكة وهمية بسموها التوأم الشريب تضغط رقم واحد بالطبع لان مثل ما انت شايف رح تختار ويب انترفيس ايش رح يطلع لهم واجهة بعد ما يشبكوا على الشبكة الخاصة الشبكة الوهمية اللي انت عملتها تضغط رقم واحد لان رح تختار نوع الشبكة مثلا تيليكم حسب مثلا فودافون حسب نوع يعني خلينا نحكي هواوي حسب نوع الراوطة الخاص فيهم خلينا بالافضل انا بختار انه نختار الارابيك فموجود عندنا واحدة ارابيك نختار رقم اتناش بتكتب اتناش يا صديقي وبتعطي انتر شوي ببلش الهجوم مثل ما انتو شايفين رح ننتظر شوي مثل ما انتو شايفين بدأ الاتاك او بدأ الهجوم على الشبكة يا صديقي الان رح العب دور الضحية تمام لكن من جهاز هاتف المحمول خليني انتقل الهاتف المحمول بس وبنرجع لكم من جديد تمام اصدقائي مثل ما انتو شايفين الشبكة المقفلة تم انه فصل الشبكة عني فيها يعني عمل دوس كونكت تمام انا يعني حاليا الضحية انا واحد من اشخاص الشبكين على نفس الشبكة وبستنى مني الجهاز ان اكتب الباسورد مش مشكلة لان شبكة على الشبكة خليني نحكي المفتوحة اللي ما في عليها اي باسورد مثل ما انتو شايفين ما في علامة القفل مثل باقي الشبكات هس انا الضحية شبكت على هاي الشبكة وبدأ اكمل تصفح الانترنت بشكل عادي مثلا فتحت للمتصفح لاي موقع بغض النظر هاي هي الشبكة اللي راح تطلع للاسباب امنية ادخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة المدونة على من تشفير وبه للحصول على اتصال الانترنت تمام فانا يعني شخص مش ملم بهاي الامور فبطبيعة الحال اكيد راح اكتب الباسورد تمام ومش راح يقبل الا الباسورد الصحيح فراكتب الباسورد الشبكة وتمام يا اصدقائي بنعطي تأكيد شوف اسا كيف راح عفوا غير صحيح اعطاني خلينا نتأكد بس من شغلة صغيرة لازم اعيد الكتابة مثل ما تشايفين بي تسعين ثمانية اثنين اف ثمانية بنعطي تأكيد سوف يتم استعداد الاتصال في لحظات قليلة شكرا لتعاونكم وانتهى الموضوع خلينا نرجع لالحاسوب الخاص فينا ونشوف كيف اعطانا الباسورد وครانك كل ما تشايفين calls وقمد الكتابة خاليف خمد الكتابة الصحيح بقول لك انحنا نحفظنا الباسورد في هذا الباث اللي هو روت سلاش سيف واي فاي داش باسورد دوت تي اكس تي خلينا مثلا لو دخلنا للروت نشوف مع بعض بروت ندخل للهوم وايد سيستم بدنا فايل اسمه روت روت ومثل ما انتو شايفين سيف واي فاي باسورد تي اكس تي فلو فتحنا راح نلاقي الباسورد يعني طبيعة الحال موجود فيه كي الباسورد مثل ما انتو شايفين فلو جربنا راح يطلع مي بالمية اختراق موفق اصدقائي بتمنى يكون ما اكون طولت عليكم الشرح ان شاء الله يكون خفيف لطيف